بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ طبعا مطالب الأمر المعروف النهي عن المنكر كثيرة وهناك أحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى هذه القضية قضية الأمر المعروف النهي عن المنكر يقول صلى الله عليه وآله وسلم كيف بكم لو أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا يا رسول الله أو يكون هذا قال كيف بكم لو رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا قالوا يا رسول الله أو يكون هذا قال بلى كيف بكم لو فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر طبعا هذا موجود للأسف عند البعض قضية الأمر بالمعروف أنها هي عن منكر كل ما تطيل السنوات يشوف الناس البعض البعض يبتعد عن هذا الأمر زي عندنا قضية الحسين عليه السلام وقضية إصلاح الحسين أولا الإمام الحسين سلام الله عليه لما أراد القدوم إلى العراق يعني كتب كتاب إلى أخيه محمد بن الحنفية مضمون الكتاب من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية يعني قال فيه أني لم أخرج أشرا ولا بطلا ولا ظالما ولا مفسدا ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله ليامور بن عروف وأنها عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي أو جدي وأبي ليامور بن عروف أنها عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى ومن رد عليه أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين هذه القضية الإمام الحسين عليه السلام يعني وضحه وضحه للناس أنه القضية الإصلاحية وقال لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا ولكن خرجت لطلب الإصلاح كل فساد يحتاج إلى صلاح هل كان فساد في ذلك الوقت؟ نعم طبعا قتل النفس المحترمة السلب النهب المنكرات فلما رأى هذا الحسين عليه السلام هذا الأمر فأعلن بقضيته الإصلاحية وأراد أن يخرج الناس من العبودية عبودية بني أمية إلى الرجوع إلى الدين الحنيف بقضيته مع قلته مع هؤلاء الثلة النجباء أراد أن يخرج الأمة بدمائه الزكية ولذلك انتصر الدم على السيف بهذه الدماء الزكية والزكية أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يرجع الناس إلى الوراء إلى محمد وعلي محمد إلى ولاية محمد وعلي محمد بعدما صاروا عبيد لبني أمية فلذلك الإمام الحسين عليه السلام كل واحد يعني كل واحد يحتاج كل قضية فساد تحتاج إلى إصلاح لو كان مدير وزير في دولة يحتاج إلى إصلاح لأن ما أكثر الفساد الإداري ما أكثر الفساد من وزير من مدير من غيره من رئيس دائرة مثلا فالإصلاح دائما كل فساد مقابل إصلاح يعني الإنسان دائما يرجع إلى كربلاء كربلاء الصمود كربلاء الإصلاح كربلاء النجاح فلذلك كل واحد من عده يرى فساد يعني كما يعبر النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته زيان يقدر الإنسان بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فلابد للناس من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كل مؤمن كل مؤمن برقبته بيعة نحن نخاطب مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لترابي مقدمه الفداء في دعاء العهد يوميا اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يده فقضية الإصلاح قضية مهمة بالنسبة إلى كل واحد كل من موقعه لذلك الإنسان دائما يرجع إلى كربلاء كربلاء الإصلاح كربلاء هي يعني الباقية اللي تشوف على مرور الزمن الثورات يعني والمعارك تذكر مرور الكرام لكن ترى أن كربلاء لها علاقة بالسماء وكربلاء تبقى يعني المعركة اللي تذكر على مرور التاريخ أبدا لا ينسى الحسين سلام الله عليه فالإنسان المؤمن لابد له أن يصلح إلى تحقيق دولة العدل وتتحقق دولة العدل إن شاء الله تتحقق دولة العدل عند ظهور مولانا صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لترى بمقدمه الفداء فالإنسان إذا كان برقبته بيعاء لإمامه فلا بد أن يكون على عهده على عهده مع الله سبحانه وتعالى والإمام إن شاء الله نحن لا نحدد ولكن إن شاء الله قريب وهناك آيات تشير إلى قضية الإمام سلام الله ونريد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آية أخرى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لابد من وراثة الأرض وهناك آية أيضا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لابد أن يظهر هذه الآية المخاطب بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن المقصود منه المقصود هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدم الفداء لأن لو ترجع في وقت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان مثلا أبو سفيان بصفحة كذا بصفحة اليهود بصفحة الأحزاب بصفحة يعني ما تحقق الدولة ولا بقت علي ابن أبي طالب كان معاوية بصفحة يعني أم المؤمنين عائشة في جانب نقول أم المؤمنين لأنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وآله زين بعد الخوارج في صفحة وكذلك الإمام الحسن عليه السلام وكذلك المؤمن حسين وحتى لأم المعصومين فهذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تتحقق بظهور صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر زين يخاطب الشاعر يا وارث الدين من كتب ومن سنني يا وارث الآل من صبر ومن حزني قم للشريعة واستنقذ بقيتها يا ابن الشريعة هذا آخر الزمن يقول يا المحجوب جمعة اليوم يخاطب بيوم ظهوره سلام الله عليه يا المحجوب جمعة اليوم والجمعة الوعد بها ننتظرك تجي للدين وأهل الدين تحية تجي للدين وأهل الدين يا ابن المصطفى الهادي يا يوم نشوفك به توصل مكة وتنادي يا أهل الأرض كلها دين وبدين أولى أجدادي أنا المنتظر واليوم أهل الكفر أمحيها يقول تودع مكة وتعرج الجدك مع تنل طيبة لليمان حسين تسلم عليه ويسلم عليك وتسمع نحيبة ويقول لك يا ها لما لقاك يبني عقبها الغيبة ويقول لك روح شوف الزهرة وش بيها نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعة سيدة النساء الزهراء البتول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين